ها 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 حززوج وكون إنسان سعد في الدنيا والآخر وشوف زوجت عدل الميل تكون خلاك جد أسر وكوّن أسر بالإيمان بكل السمح ذاخر حززوج زوج معقول ما بالفشخر الفاخر ولا أماني قول الناس تعليقات بس آخر عشان المسلم الفاهم بعين ديمة للآخر حالزوج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي مرحباكم ونحن لسه متواصلين في برنامجكم حالزوج اتكلمنا في الحلقة الفاتت عن موضوع أنا حاسي أنه موضوع فعلا بيكون لفت انتباه أي زول ليه لأنه ناس ما بين اتنين يا ناس جربوه يا ناس حاسين أنه في يوم من الأيام ممكن يجربوه اتكلمنا في الحلقة الفاتت عن الحب الحب عند الزول الماناوي قضية زواج ما ناوي قضية خطوبة لأ الحب من أجل الحب الحب اللي بيكون عند بعض الشباب أو الشابات من أجل أنه ده سنه بحيث أنه أنا ده عمري يعني ده عمر الشباب وديه الحاجة المفترض تحصل ده الحاجة الطبيعية وأصلا البتة اللي ما عندها حبيب صاحباته بعيروها والشاب اللي ما عنده وحدة بيحبها أصحابه بيقول له ده شنو لده ما عندك أي وحدة فبيقدي إشكالية يعني بعض الناس بحيث أنه هو هو وين من العالم ده من عالم الحب وعالم الشباب وعالم البنات اللي فعلا بيعيشوا حياة وردية وحياة جميلة حياة بتكون مفعمة بالحيوية ومفعمة بالتفكير العالي ومفعمة الحاجات ده حاجات حلوة حاجات نزيزة حاجات بتغير جو الحياة كلها فبيحسوا كثير من الشباب والبنات أنه أنا ليه ما أحب المشكلة شنو؟ وتكلمنا أنه نحن قاصدين بالحب الحب 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 ما قاصدين بالحب إعجاب ونظرة لا 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 قاصدين بالحب الحاجة العميقة اللي بتحس بيها حاجة بتحس بالعرب كده بتحس لو سألت نفسك بتحس أنك إتا حبيت ده الحصل لك دي الحاجة الواقعة اللي حصلت أسي الحلقة دي قلنا حنتكلم عن الحب المفتوح ده العلاقات العاطفية القبل الزواج أضرار شنو؟ بتأثر بشنو؟ هل ممكن تكون لها أضرار على علاقتي بالطرف الثاني على مستقبل زواجي أو لا؟ ده الكلام اللي نحن حنتكلم عنه في حلقتنا الليلة فخلونا مع بعض نتعرف عليه أبرز الأضرار عشان نعرف هل هي فعلا بتستحق أنه نبدأ نتحكم بأنفسنا أكتر ولا لا أول ضرر بيحصل للزول اللي بيحصل ليه والحاجة دي هو انشغال القلب انشغال القلب يعني شنو عارفين؟ انشغال القلب يعني شنو؟ انشغال القلب يعني الواحد بيكون وصل لمرحلة أنه الموضوع ده بيقى خلاص عمل ليه صدع شفته مرحلة أنه الزول يقول لك يا أخي أنا بيجيت متلخبط أنا ما أنا فيشنو حاصل ده الحاصل ليه؟ أنه قلبه بيقى مشغول حاسي أنه يومه بيقى ما يومه حاسي أنه تفكيره بيقى ما تفكيره يا جماعة زول لما انت نوم بتكون بتفكر فيه ولو هي زميلتك في الجامعة لما انتصحى الصباح انت ماشي الجامعة ما عشان الجامعة عشان حتشوفها في الجامعة انت بتصحى الصباح عشان بيت الجيران دي ممكن تقابلة في الشارع انت بتصحى الصباح عشان بيتخالك ولا بيتعمك اللي انت حبيت ويتعلقت بها حتشوفها انتم متخيلين يعني شنو انشغال القلب متخيلين يعني شنو انه قراية قراية شنو عليك الله أنا في ناحية القراية أنا الموضوع ده بيقى أعمل لي هدك في راسي الموضوع ده بيقى مشويش لي تفكيري أنا لما أفتح الكتاب بشوفها جوع الكتاب أنا لما أفكر في الدراسة بشعر أنه يا أخي أنا كنت طالب شاطر أنا والله كنت في الجامعة كويس الموضوع ده مما دخل خرب لي الجامعة قراية زاتة بيقى ما زي زمان البيت بتقول نفس الكلام أنا في السنوية كنت كويسة كنت شاطر أنا دخلت الجامعة مستوي كويس أول ما بيقت فيه علاقات عاطفية حاسها أنه شالت جزء من المخ ده شالت جزء وما جزء صغير جزء كبير من التفكير بيقى ماشي ليها فأثر انشغال المخ انشغال للتفكير ودي حاجة ما سهلة الحاجة دي مشكلة شنو أنه انشغال وانشغال وانشغال ما حاسي أنه بيثمرة أنا ما ماشي لي جدا كل الحاصل أنه انشغال وبس عارفيني يعني شنو انشغال وبس يعني انشغال وانت واقف مكانك بالك مشغول عملت شنو ولا شي اتصرفت كيف ولا شي الامور ماشي كويسة ولا كعبة ولا شي بس بال ومشغول دي مشكلة كبيرة جدا بتحصل للأولاد والبنات للشباب والشابات لما يكون بيحب والموضوع بيقى بالنسبة ليه عامل ليه تشويش كبير جدا في رأسه الضرر التاني إذن أول حاجة انشغال البال بصورة مع طبيعية الحاجة التانية عدم الانتاجية عدم الانتاجية يعني شنو طبعا الناس اللي ما جربوا ممكن يكونوا ما حاسين بالكلام ده أنا أتمنى يسألوا الناس اللي جربوا أسألوا الناس اللي جربوا اللي بيكونوا حاسين بيوش شنو الإحساس على فكرة مقلق زي ما هو إحساس جميل وإحساس حلو برضو مقلق عدم الانتاجية يعني شنو شفتوا بالتالناس ديك اللي كانت بتشتغل في المنظمات الخيرية وعنده أعمال طوعية وجارية في معارض وبرامج وبتسوي حاجات للأسرة فجأة بالتالناس بيكسر حانة فشنو يا ربي ودى الناس دا دايرني ولا ما دايرني يا ربي ودى الناس دا الآن لما أشوفه بتلخبط أنا بحيس أنه اللي أنا بحيس أنه خلاص أنا بيقيت محتاج أخش الواتس عشان أرسل ليه أنا بيقيت محتاج أخش الماسنجر عشان أرسل ليه أنا بيقيت في كل وقت بفتح تلفوني عشان أشوف رسل ولا ما رسل الانتاجية النشاط الحيوية دا كله بدأ يخفت الشاب اللي كان حيوي وفعلا حركه عنده إنتاج إنتاج في ناحية الدراسته إنتاج في ناحية أعماله اللي بيسويها أعماله الطوعية والخيرية وغيرها الحاجات دي كلها بتبدأ تقل ليه؟ لأنه للأسف الشديد الحاجة دي لما تتملكك بتكون يتملكتك بصورة مخيفة أنا ما بتكلم عن علاقة عادية زي ما قلنا أنا بتكلم عن زول فعلا يشعر أنه الموضوع دا بيقى جزء من كيانه إنتوا عارفين الفريق شنو بين الموضوع دا لما يحصل ليه شاب أو يحصل ليه بيت الفريق أنه الشاب أقل لشي بيقدر يتصرف الشاب يعني في النهاية بيقدر يحدد يتصرف كيف يعمل شنو لكن لما يحصل ليه بيت البيت بتكون جهجة أكتر البيت بتكون حاسة أنه هي ما بين صراع ما بين هل هو حب عارض حب جامع وحينتهي هل هو حب حقيقي مفترض يمشي خطوات ليه قدام فدي حاجة فعلا بتكون مقلقة أول حاجة إذن إنشغال البال الحاجة الثانية أنه الزور بيكون إنتاجيته أقل الحاجة الثالثة والأخطر يا الله الحاجة الثالثة دي لو حصلت حتكون كارثة حتكون كارثة كبيرة جدا الحاجة الثالثة والأخيرة اللي فعلا لو حصلت حتأسر تأثير كبير جدا عليه مجرى الحياة مجرى الحياة اللي كانت ما شك كده ممكن تبقى مائلة بصورة ما نتخيلها الأمور كانت ما شك كويسة ممكن تتقلب تماما اللي هي شنو؟ أنه الشيطان يخش بينهم في النص اللي بنسميها خطوات الشيطان لو الشيطان دخل في النص بين الطرفين الشيطان بيخش بخطوات وحدة وحدة الخطوات دي حتمشي خطوة خطوة كيف؟ وإنتوا لا بيدخلوا الشيطان في أي حاجة إنتوا لا أي كلام بتحسوا أنه حرام وشيطان ودخل ليه 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 هل دواقع ولا لا؟ خطوات الشيطان خطوة خطيرة جدا ممكن تحصل في العلاقات العاطفية المفتوحة بيحصل فيها شنو؟ بيتأدي لشنو؟ ذلي هنعرفه مع بعض إن شاء الله تعالى في الحلقة الجاية التقي بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركت أسرى وكون أسر بالإيمان بكل السمح ذاخرى حززوج زواج معقول ما بالفشخر الفاخرى ولا أماني قال الناس تعليقات بساخرى عشان المسلم الفاهم بعاين ديم للآخرى حززوج ترجمة نانسي قنقر